وبعد ان اصبح ثمن انتقاله يوازي ستة اضعاف ذلك المبلغ فان ما حدث بعد اتمام صفقة برشلونة بدى غير منطقي في ذلك الوقت كانت تستخدم كلمات مذهل مدهش بل حتى لا اخلاقي لوصف المبالغ الكبيرة التي تنفق على مباراة كرة قدم ولكن على ارض الواقع لم يكن ما يدعو للدهشة لان رونالدو فعل المستحيل ليسترد النادي ذلك المبلغ الضخم في كل مباراة كانت تكتب صفحة جديدة في كتاب تاريخ كرة القدم خصوصا تلك الاهداف الثلاثة التي لا تنسى والتي سجلها رونالدو في اتلاتيكو مدريد في كأس ملك اسبانيا كي يعادل فريق برشلونة الاهداف الثلاثة التي سجلها فريق اتلاتيكو سابقا ترجمة نانسي قنقر انسجم رونالدو جيدا مع الفريق مكملا عادة الفريق في التعاقد مع افضل اللاعبين في العالم ليلعب في نو كامب ففي السبعينات غادرت جوهان كرويف هولندا ليحط في اسبانيا لانجاز تلك المهمة بينما في الثمانينات كانت مهمة امتاع الجماهير على عاتق مارادونا والان حان دور رونالدو ونتائجه موازية لنتائج هذين اللاعبين فابيو كابيلو مدرب فريق ريال مدريد في تلك الفترة يختصر تجربة رونالدو الاسبانية بقوله انه اللاعب الافضل بلا شك ولكن البطولة لا تكتسب بلاعب واحد فقط في موسم 96-97 قدم اللاعب الظاهرة افضل اداء له فتصدر الهدفين بارمعة وثلاثين هدفا في 37 مباراة فكان لاعبا استثنائيا بلا منازع وعلى الرغم من عدم احراز برشلون اللقب الا انه فاز بكأس السوبر الاسبانية وكأس السوبر الاوروبية وكأس الكؤوس الاوروبية وكانت اهداف رونالدو واضحة للعيان لانها تتميز بنكهة خاصة لقد كان يندفع باتجاه المرمى بلا توقف مع سيطرة على الكرة وتسديدات غير متوقعة كان فريق برشلونة يضم لاعبين مميزين مثل بلان وجوفاني وفييغو وستويشكوف وانضم اليهم رونالدو ليكون مسجل الاهداف ومنهي المباراة في مناسبات عديدة مقدما لهذا الفريق القوي تلك اللمسة التي لا يملكها احد سواه انطلقت اسس الفوز بالكرة الذهبية عام سبعة وتسعين من هنا فالرئيس اينز يأمل بالاحتفاظ برونالدو الى ان ينهي مسيرته الرياضية وتوقيع عقد جديد لهذا البطل ينتهي في عام الفين وستة فكانت هذه افضل فرصة لجذب انتباهه عن البطولة الاوروبية والانتقال الى الدور الاسباني بدت مسيرة البطل البرازيلي صامضة ولكن في عام سبعة وتسعين ظهرت اولى الصعوبات بين رونالدو وادارة برشلونة كان رونالدو في صراع مفتوح مع ادارة برشلونة لم يكن ذلك سهلا فالمنافسة كانت قوية جدا ولكن اللاعب فضل الانتقال الى فريق الانتر وهكذا تم الاتفاق اريد ان اخبر جمهور برشلونة مرة اخرى عن سبب مغادرتي يمكنهم قول ما يشاءون ولكن العقد ينص على انني املك خيار الانتقال كنا في مرحلة بناء الفريق ولقد فكرنا في عدد من اللاعبين ومنهم انزاقي وبيرهوف وباتستوتا وكنا نفكر بلاعبي الوسط المهاجم فتدخل براتي قائلا لدي اقتراح واضن انني اذا نجحت في هذه العملية ساجعل الجميع سعداء وهكذا اخبرني عن رونالدو وكانت عملية صعبة جدا ولكنها ليست مستحيلة مع عرض بقيمة 48 مليار ليرة سيطر فريق الانتر على الوضع فورا فابعد كرانيوتي رئيس نادي لاتسيو عن الصفقة وقاوم ضغط نادي برشلونة الذي يرفض القبول بخسارة بطل كهذا واقعا هذا اول فريق اردت الانتقال اليه في اوروبا فانا لم اشأ البقاء لاكثر من عام او عامين في هولندا بعد ذلك جاء برشلونة ولكن فريق المفضل كان الانتر هذه هي الحقيقة عندما وصلت الى هنا شعرت بالرهبة حيث الترحيب والمحبة جعلاني اشعر بانني هام فعلا رأى الجمهور في رونالدو اللاعب الذي يستطيع تحقيق احلامهم وانطلاقا من هذا الامر قدم الرئيس مراتي هذا اللاعب الى جماهير الانتر فاظهروا حماسة كبيرة اعادت اليهم ذكريات فريق الانتر العظيمة اكتسب رونالدو محبة الجميع فورا وظهرت هذه العاطفة بعد الاصابة البليغة التي عانى منها في شهر ابريل نيسان عام 2000 حيث تمنت له جماهير العالم الشفاء السريع على امل مشاهدته قريبا على ارض الملعب هو لا يستحق كل تلك المشاكل التي صدفته خلال الاعوام الاخيرة عندما كنت مع الانتر اثبت ان لديه قدرة هائلة لحل كل المشاكل من بين الاداء الاروع لرونالدو هو ذاك الاداء في عام 98 خلال مباراة الدربي امام ميلان حيث علم الانتر ابناء عمه درسا قاسيا بفوزه عليه بثلاثة اهداف مقابل لا شيء وفيها شارك اللاعب الظاهر رونالدو تسديدة من رونالدو تمر بمحاذاة القائم ويضيع هدف لفريق الانتر هذا هو رونالدو مواجهة قوية بينه وبين مالديني دمريرة طويلة من الخلف تصل الى مورييرو تسديدة الى خارج المرمى كرة طويلة جدا الى رونالدو رونالدو يسجل هدفا رائعا جدا يلا هذا اللاعب انه لاعب ذهبي انه رونالدو لقد اشعل الجمهي رونفر جيدا لقد اشعل المدرجات اللاعب رونالدو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التسجيل فلا شيء يمنعه من ذلك وسيسجل عاجلا ام ااجلا بشتى الطرق خلال المباراة لقد كان مبدعا وكان يعرف اللحظة المناسبة ليجعل اخصامه يعتقدون بانه تحت سيطرتهم فينطفض فجأة ويسجل هؤلاء اللاعبون لا يمكن ايقافهم لانهم سينالون منك اشتركوا في القناة تصل الى رونالدو الذي يراوغ داخل منطقة الجزاء يفقد الحارس الكرة ومن جديد ومن جديد رونالدو تسديد الى الخارج عندما يصل لاعب اجنبي الى ايطاليا وبصورة خاصة بطن له شأن فان من السخافة المراهنة على قدرة هؤلاء الاجانب على تحمل الدفاعات الايطالية ولكن رونالدو ازال كل الشكوك المحيطة به واضهر عدم خوفه من اي مدافع وهكذا كان من المستحيل تقريبا ايقاف لاعب يملك مثل هذه السرعة والمهارة والتناسق تمريرة من الخلف الى رونالدو يتقام رونالدو يتقدم وتمريرها الى الداخل وهدف هدف جميل جدا من اللاعب جوركايف يسدد رونالدو وهدف تسجيلة رائعة جدا من اللاعب رونالدو حاول المدربون ايجاد طرق جديدة لايقافه الا انه كان يتمكن دائما من تجنب الخصم والتقدم باتجاه المرمى معدل اهدافه مؤثر وبحدود هدف في كل مباراة تقريبا وفي نهاية البطولة تمكن من تسجيل خمسة وعشرين هدفا في خمس وثلاثين مباراة ولقد حل خلف بيرهوف مهاجم اودنيزي بسبعة وعشرين هدفا مع رونالدو يبدو ان التاريخ يعيد نفسه الى زمن انجيلو موراتي الذي اعاد امجاد فريق الانتر في ذلك الوقت كان لويس سواريز نجم الفريق والزعيم الاساسية لمجموعة من الانتصارات المذهلة في ايطاليا واوروبا وكل انحاء العالم بعد صفقة شراء رونالدو تبع مسيمو خط والده موراتي كان عام ثمانية وتسعين عام العواطف الصاخبة حيث خسر الانتر البطولة امام خصمه فريق جوفنتوس بطريقة مثيرة للجدل وبتعليقات مريرة من رونالدو لقد كانت ركلة جزاء فقط الحكم لم يرها وبعد قليل كنا نستحق ركلة جزاء اخرى ولكن في كل الحالتين انحاز الحكم لفريق جوفنتوس بالنسبة لي يمكن للبطولة ان تستدعي بطاقة اخرى ولكن يجب ان اقول ذلك لان الجميع شاهدوا ركلة الجزاء ولا يمكن ان تستمر الامور هكذا نجمة لفريق الانتر ويتقدم لعب الوسط الى منطقة الجزاء وتمريرة عرضية يحولها رونالدو الى داخل المرمى في روسيا وفي مواجهة عنيفة كان القرار بعدم اشراكه في المباراة حتى قبل نصف ساعة من مدء المباراة وفي لحظة ما رأى رونالدو بان الوقت قد حان لانهاء المباراة فبدأ يتقدم بطريقة متعرجة يخوض فريق الانتر هذه المباراة خارج عرضه وهي ضمن تصفيات كاس الاتحاد الاوروبي وسيحرك فريق الانتر كرة البداية يلعب الفريق الكرة الى الخلف يتقدم رونالدو ويحاول التجاوز فيتعرض للعرقلة لقد تعرض للعرقلة ويطالب ببطاقة صفراء كالعاد يظهر رونالدو افضل ما عنده في المباراة الدولية وفي كاس الاتحاد الاوروبي 97-98 اظهر الكثير من المهارات رونالدو يطحم منطقة الجزاء رونالدو يراوغ ويعيد الكرة الى زميله زامورانو تسديدة وهدف هدف جميل جدا من رونالدو وهدف رائع لفريق الانتر يثبت اللاعب رونالدو انه من اللاعبين المميزين وهو مكسب كبير لفريق الانتر الهدف الاول من توقيع اللاعب رونالدو رونالدو يتقدم وتمرير الى الداخل وتعود الكرة الى رونالدو يتقدم يا لهذا اللاعب المميز رونالدو انظروا جيدا تخطى الحارس وسدد برجله اليسرى واشعل المدرجات يله من اداء مميز لهذا اللاعب المميز وفي مباراة مميزة ايضا لقد ضمن الانتر فوزه في هذه المباراة نحن نشاهد اعادة للمجهود الرائع لرونالدو وكيف تمكنه ببرودة اعصاب تامة من تخط الحارس واداع الكرة في المرمى سجل رونالدو هدفين رائعين ولقد اعطاني قميصه بعد انتهاء المباراة ولا ازال احتفظ به وهو متسخ بالاوخال ولم اشأ تنظيفه لانني احبه كما هو يقف جوركاييف ورونالدو لتنفيذ الركلة الحرة جوركاييف يطلب من رونالدو الاقتراب يتقدم نحو الكرة يحركها ورونالدو يسدد وهدف هدف جميل جدا بعد موسم اول رائع كان موسم رونالدو الثاني حافلا بالعقبات المختلفة فالاصابات المتكررة اجبرته على الابتعاد عن الملاعب مما ترك تأثيره على اداء الفريق وانتهى الموسم من دون تحقيق الانجازات المتوقعة وما رافق خيبة الامل هذه هو ان اداء الفريق يتحسن بصورة مذهلة عندما يكون رونالدو قادرا على اللعب مما يعني بلا شك انه لاعب اساسي بالنسبة الى الفريق تمريرة في العمق الى رونالدو الذي يسدد ويسجل هدفا رائعا للانتر في نهاية البطولة جاءت حصيلة الاهداف غير مفاجئة اربعة عشر هدفا في تسع عشرة مباراة وهو دليل اضافي على قدرة رونالدو في التسجيل ولكن الارقام لا تروي القصة كاملة فخلال موسم ثمانية وتسعين تسعة وتسعين كانت مشاهدة رونالدو اثناء اللعب تعد متعة مع زميله روبيرتو باتجو وزامورانو حيث تخلى له الاخير عن قميصه رقم تسع الغالي يجسد رونالدو جمال مباراة كرة قدم والعالم كله يدرك ذلك ويقر له بالفضل من ضمن الاماكن الهامة خلال مسيرته الكروية لا شك في ان رونالدو يتذكر فرنسا لانها كانت خشبة المسرح في كأس العالم ثمانية وتسعين وشهدت ولادة هذا النجم قبل عام وخلال المباراة التي جرت في ليون فرنسا عام سبعة وتسعين قدم رونالدو نموذجا عن مهاراته في مباراة امام افضل تشكيلة اوروبية فتأثر به اللاعبون الفرنسيون واحدهم اللاعب توران مهاجم بارما المستقبلي والذي عبر بافضل طريقة انه عبقري فعلا فهو يختلف عن غيره من لاعبي كرة القدم لان الكرة بين قدمي رونالدو فقط تتحول الى مجموعة افلام قصيرة يتضمن كل منها هدفا رائعا لهذا اللاعب تسديدة رائعة من رونالدو ترتد من قدم المدافع وترتطم بالقائم الى خارج الملعب قدم اللاعب افضل اداء له في المباراة امام فريق مالديني مظهرا الصورة التي سيكون عليها في المستقبل موسيقى يتقدم رونالدو ويسدد برجله اليمنى وهدف هدف جميل جدا لقد فاجأ الحارس كانت التمريرة من روبيرتو كارلوس هدف ملعوب للمنتخب البرازيلي لا يمكن لاي لاعب دفاعا يضع حدا لهذا اللاعب ترجمة نانسي قنقر موسيقى في بطولة كأس العالم فرنسا 98 جاءت الجماهير من كل انحاء العالم لمشاهدة رونالدو ففعل كل شيء كي لا يخيب توقعاتهم واول ظهور لادائه المميز جاء في الشوط الثانى امام المنتخب المغربي موسيقى تمريرة من بيبيتو الى ريفالدو ومنه الى رونالدو الذي يسدد مباشرة في المرمى وهدف رائع لهذا اللاعب المميز رونالدو هو من اللاعبين الذين يصعب توقع حركاتهم وهو من المع اللاعبين في هذا المونديال انظروا الى هذا الهدف الرائع موسيقى يتقدم رونالدو من الجهة اليسرى ويدخل وهادف رائع من بيبيتو موسيقى في الجولة الثانية من البطولة جاءت اول مباراة بين منتخبي البرازيل و تشيلي حيث واجه رونالدو بطلا مميزا اخر هو زامورانو نجم نجوم تشيلي وفازت البرازيل باربعة اهداف مقابل هدف واحد اشتركوا في القناة تمريرة من ببتو الى رونالدو يتقدم رونالدو بالكرة ويحاول جاهد منح التقدم لمنتخب البرازيل تصل الكرة الى رونالدو الذي يراوغ ويتخطى المدافع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا هو اللاعب رونالدو ترجمة نانسي قنقر 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 يدخل المنتخب البرازيلي ارض الملعب وكله امل في تحقيق الفوز ولكن عليها ان يتخطى منتخبا قويا هو المنتخب الهولندي الذي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين ليس الوقت الان للتجارب لان ساعة الحقيقة قد وصلت وعليهم مواجهة المنتخب الهولندي في مباراة نصف النهائي حيث يلعب بيركامب لقد اثبت المنتخب الهولندي قدرته طوال مباريات البطولة وهذه المباراة صعبة لم يحدث ما يذكر في الشوط الاول ولكن الشوط الثاني كان مفتوحا على كل الاحتمالات تبادل للكرة بين بيبيتو ورونالدو وهدف التقدم للمنتخب البرازيلي يسجيله اللاعب رونالدو وهو يتقبل التهنئة من زملائه ليوناردو وبيبيتو في مثل هذه المناسبة لنجد افضل من اللاعب رونالدو ليلهب حماسة الجماهير انظروا الى هذه الجماهير التي احتشدت لتشاهد هذا النجم المميز لقد فشل فرانك دي بوير لاعب المنتخب الهولندي في اقاف رونالدو رونالدو بلايقته البدنية العالية وبرعته يتمكن من تخطي الحارس ويسجل هدفا غاية في الروعة تبادل الكرة بين ريفالدو ورونالدو الذي يدخل منطقة الجزاء في مواجهة الحارس الهولندي فاندر سار يمرر رونالدو ويتقدم ولكن المدافع فرانك دي بوير يعترض طريقة يستعيد رونالدو الكرة ويسدد ولكن الحارس فاندر سار في طريقها رونالدو يتقدم يكسر مسيرة التسلل يتقدم رونالدو ويواصل تقدمه وتدخل جيد من فرانك دي بوير ويسقط رونالدو على الارض بعد انتهاء المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما وانتهاء الوقت الاضافي من دون اي تبديلات ستقرر ركلات الترجيح من هو الفائز وكان رونالدو اول المتقدمين للتسديد ويسجل بسهولة بينما يضيع المنتخب الهولندي ضربتي جزاء ويودع كأس العالم قيل الكثير وكتب عن المباراة النهائية بين منتخبي فرنسا والبرازيل ليس بسبب النتيجة والتي انتهت بفوز صريح للفرنسيين بثلاثة اهداف مقابل لا شيء بل بسبب الغموض الذي احاط بمشاركة رونالدو فقبل دقائق من بدء المباراة اعلن بان رونالدو لن يشارك في المباراة نتيجة وعكة صحية المت به ولكن وخلال دخول الفريقين الى الملعب ظهر رونالدو فجأة الا ان اداءه لم يكن موازيا لادائه المعتاد ظهرت تفسيرات عديدة لما حصل في ذلك اليوم بعضها متقن ولكن الحكم في الملعب كان واضحا لقد هزمت البرازيل تحطمت احلام رونالدو ففريقه لم يفز بكأس العالم ثمانية وتسعين الا انه شارك في المباراة النهائية انا العب كرة القدم مع ولدي وكما تعلم يشاهد الجميع بطولات كأس العالم حينها كان صغيرا الا انه يعرف رونالدو جيدا وخاول تقليدا انه يحب لعبة كرة القدم كثيرا انت تصبح لاعبا جيدا ليس لانك موهوب او لاجل الحصول على المال بل بسبب الجوع والحب اللذين تضعهما في العمل الذي تقوم به عندما كنت صغيرا كنت اعاني من الامرين اما اليوم ولحسن الحظ فانا لم اعد اعاني من الجوع ولكنني ما زلت احب عملي من كل الاحاديث التي صرح بها رونالدو هذا اهم تعليق قدمه ففي حياته العادية يحب رونالدو اظهار رجولته وانسانيته وبان المال الذي يملكه الان لم يجعله ينسى المكان الذي اتى منه فهو يعلم ان في البرازيل وكما في بقية دول العالم هناك الكثير من التعساء الذين يملكون القليل القليل ليعيشوا حياة كريمة وشريفة من اجل ذلك شارك في عدد من الاعمال الخيرية وبشكل خاص تلك المتعلقة بالاطفال ولهذا اطلق عليه اسم سفير اليونسيف لتصل الى مرتبة بطل اوليمبوس يجب ان تمتلك ميزات محددة وفريدة ورونالدو يملكها فهو مثال استثنائي يجمع القوة المدنية والسرعة الخارقة والمهارة العالية والذكاء في الخطب تقربت من خطب محددة وبدأ النهاية وقت تظهر إلى tutaj وفavoir متوفر إلى اولفعل وعش المثل بسهاد تظهر إلى أولفال وضح لأراجبت من أولفال وفي ادريكس وفي دوري عبسل وهذا يوجدوم وفيدي وفي أولي يجب أن تحيط تحيطаксим هدف رائع لرونالدو ربما العثور على لاعب اخر مثله قد يتطلب البحث في العاب الفيديو المتعلقة بعالم الرجل الخارق لان مشاهدته وهو يلعب تنقلك الى عالم الخيال جماهير الانتر تعرف ذلك جيدا كما حدث في شهر مايو ايار من عام 98 عندما شهد في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الاوروبي ففي احدى المرات وفي نهاية مباراة ودية مع البرازيل غادر بيركنسن حارس مرمى المنتخب الارلندي متصلب العنق وشرح كيف حدث ذلك بالقول انها غلطة رونالدو فانا لم استطع متابعة حركاته السريعة وهكذا ومن اجل كرة القدم العالمية يمكننا فقط ان نتمنى ظهور المزيد من حراس المرمى في المستقبل وهم يتذمرون لهذا السبب